يعني خلينا يعني نقول انه كل ما التكنولوجيا تطورت كل ما طرق الاختراق كمان تطورت اكيد طبعا احنا دلوقتي بقى بقينا يعني الوضع عامل ازاي الوضع يقلق ولا بالفعل فيه لكل طريقة اختراق بقي عندنا طريقة امنة ان احنا نحمي بي حساباتنا على السوشال ميديا لان احنا كل معلوماتنا وكل حاجة خاصة بينا موجودة دلوقتي على السوشال ميديا اللي حاطت الكردت كارد بتاعه او حتى الكارت بتاعه اللي فيه الفلوس الحسابات البنكية كل المعلومات موجودة ارقم التليفونات الاميرات كل حاجة صحيح كل حياتنا دلوقتي احنا في 2022 مبدئيا كده مفيش نظام تشغيل امن بنسبة 100% وكل شوية بيحصل فيه صغرات والصغرات دي احنا لازم ناخد بالنا منها ونغطيها ببرامج حماية زي ما حدرتك قلت كده في البداية فاحنا في 2022 ده كل حياتنا حرفيا على الميديا ولسه دخلين على مستقبل تكنولوجي بحث من ضمنها الزكاء الاصطنوعي من ضمنها حاجات كتير جدا مفيدة من الجانب التكنولوجي الإيجابي فيه الجانب السلبي اللي لازم نوضحه المشاهدين النهاردة انه طرق الاختراك بقت زادت قوي لازم نستخدم بالهم منهم وهكذا طيب يمكن يعني لفت نظري في كلمة ان دايما بيحصل تحديثات علشان ما فيش نظام امن مية في المية ويمكن ده اللي حصل في احد الانظمة التشغيلية الخاصة باشهر مركات الموبايلات طبعا فده يخلينا هنا نسأل نفسنا سؤال ازاي احمي نفسي من التهديدات القادمة من خلال الهكر طيب هي الفكرة كلها ان اي موبايل او اي حاسب آلي معاك سواء لابتوب او كمبيوتر لازم يكون في حاجات معينة هنقولها دلوقتي من ناحية الموبايلات هي طريقة واحدة بيكشف لك ان الموبايل بتاعك مخترك او لا انت عمتا الموبايل اول ما تشتريه او لو جالك هدية او جالك من اي حد لازم تتأكد وتعرف انه مش مكسور حمايته السوفتوير اللي عليه معلوش حاجة اسمها روت او جيل بريك بمعنى انه الهاكر نفسه لما بيجي يستخدم الموبايل بيحط عليه حاجة اسمها روت بتكسر حماية الجاز كامل فبيقدر يتحكم من عليه اكتر ويحط تطبيقات حتى لو عملت استعادة ضبط مصنع ما بتروحش منك فبالتالي دي اول حاجة لازم ناخر واحدة علي بس احترم جاهلي بالتقافة التكنولوجية لا طبعا بالعكس ازاي اتأكد من ده ويعني ايه الطريقة اللي انا هدخل وابص على ايه علشان اعرف ده مكسور حمايته طب يا استاذ احمد ايه رأيك نقول للمشاهدين ونوضح لهم الطرق اللي الهاكرز بيدخل عليها على الموبايلات والاجهزة بحيث ان هم ياخدوا بالهم وبعد كده نقول طرق الحماية لانه لازم الطرق دي تتقال فنتأكد ازاي انه معلوش روت الموبايل نفسه هتلاقيه ما بيجيلكش تحديثات هواية اول بول تحديثات بتبقى وقفة فيه واصدارات قديمة دي لازم تاخد بالك منها كويس قوي الروت بيبقى اصلا او الجيل بريك يعني كلمة روت للاندرويد والجيل بريك للايو اس بتبقى موجود ايكوناتها حتى لو مش مهما كان حتى لو بحثت عليها هتلاقي موجود ايكوناتها وما بتتمسحش الروت برضو بيبقى جهاز معمول خاص لك عشان خاطر انت مستهدف من حاجة معينة فلازم تاخد بالك منها ده اول حاجة تاني حاجة لازم تتأكد اول بول من التحديثات اللي موجودة عندك خلاص احنا اتأكدنا ان ما فيش روت لازم بقى تشوف التحديثات اللي موجودة عندك اول بول تحديثات بتاعت الابليكيشنز لا بتحديثات النظام نفسه لانسا نخلناش موضوع الابليكيشنز تحديثات النظام نفسه لان لو تحديثات النظام نفسه قديمة فيه نفس بتقولك لا التحديثات ما بتسدش صغرات ما بتعملش اي حاجة موجودة اول بول لا بالعكس التحديثات بتسد صغرات اول بول ما بتبطقش الجهاز زي من الناس فكرة فيه طرق معين لازم نعملها عشان التحديثات تبقى أسرع من كده فبالتالي لازم ناخد بالنا من التحديثات هذه الروت والتحديثات التحديثات دي بتيجي لموبايلات وموبايلات يعني هو المشغل نفسه سواء مثلا هتكلم هنا على نظام تشغيل خاص بموبايل مثلا اي او اس مش كل الناس ممكن يجيلي لكي ما يروحش لجومان هو الفكرة كلها على حسب تبقى فقرة تجربية اعتقد لا التحديث بيجي لكل الناس بس ما بيجيش لكل الناس في نفس الوقت لانه بيبقى فيه تايم زون يعني مثلا انا قعب معي اي او اس وحرك معك اي او اس بيجي في نفس الوقت لان الشركة نظامها كده لكن الاندرويد ممكن انا اكون معي جهاز اندرويد وحرك معك جهاز اندرويد ما بيجيش في نفس الوقت لان حسب المنطقة الزمنية ممكن بعدها بعشرة ايام بعدها باسبوع يجي لك نفس التحديث اللي جالي وهكذا مرتبط بالواي فاي اه طبعا صح مرتبط بالواي فاي لان هو لازم يتحدث في وجود واي فاي بس بإمكانك تعملي إرغاء للأوبشن ده وتخليه عمتا لان تحديثات دي بيكون مهمة جدا دي من ناحية التحديثات من ناحية حاجة تانية من ناس المفروض ما تثبتش اي تطبيقات معدلة ليه لانه في ناس دلوقتي يعني اي تطبيقات معدلة التطبيقات المعدلة مثلا تطبيقات الواتساب اللي هي المعدلة اللي تديكي اختيارات معينة تديكي مثلا عدم ظهور مش عارف الواتساب دهبي والحاجات دي كل دي تطبيقات معدلة اشخاص زينا وزيكم عاملينها وعم عدلين في الأكواب بتاعتها بحيث أننا أخد كل بياناتك. ده أكبر خطر. وخليوا الناس تخب بالها كويس أول من الموضوع ده. لأن الموضوع ده هيفرق جامد جدا معهم. تالت حاجة. الرابع حاجة برضو لازم نقولها. الألعاب الكثير. تسبيتش على التريفون أصلا حتى لو مش بستخدمها. طبعا. هي أصلا كده كده أي تطبيق خارج المتجر بتاعك الرسمي. اوعى تسبيته على الموبايل. لأنه لو سبته كده كده ممكن يكون أصلا. لو ما تجيب من على المتجر الرسمي. آه لازم يكون من على المتجر الرسمي. مهم في التطبيقات اللي حضرتك تكلم عليها دي موجودة في المتجر الرسمي. في بعضها موجودة. لا 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 مستحيل. الواتس المعدل والحاجات اللي هي المعدلة وكده. بس النظام التشغيل مش هيقباله أصلا. لو ورد مش بيبه من على المتجر الرسمي. هو هيحذرك. بس الناس عشان عايزة ده. نص مصر عاملة للموضوع ده. لأن الناس لو عايزة التطبيق ده هتثبته. حتى لو قال لك تنبيه في الأول. لأنه كده التحديثات الجديدة بتجيب لك تنبيهات في الأول. لأن التطبيقات دي خارج المتجر. وممكن تشكل ضرر عليك في الجهاز. فأنت عايز تثبتها ولا لا. فبيختار أي وعايز تثبتها عشان خاطره. وعايز المميزات اللي هي أغريته دي. يعني مثلا فيه ناس كتير برضو بشوفها بتكون قاعدة مع ناس. يقول لك أنا جبت لك مثلا تطبيق تاني بيعدل لك حاجات كتير جدا في الجهاز مش موجود. فبالتالي بيأخدوا منه عن طريق تطبيقات الإرسالة الخارجية. وبيثبتوا عنده وبيدي له ميزات اللي هو عايزة. بس ما بيعرفش قد إيه هو بيتسحب منه بيانات كتير. بيدر نفسه. بالضبط كده. طيب دي من ناحية التطبيقات اللي هي خارج المتجر. برضو الناس تأخذ بالها جدا من حتة الهندسة الاجتماعية. مفهوم الهندسة الاجتماعية ده ناس كتيرة جدا مش عارفة. ناس كتير فاكرة اللي اختراق شاشة خضرة وأرقام وزي الأفلام اللي بتحصل وبالكلام ده. الهندسة الاجتماعية دي مفهومها باختصار شديد. إن أنا ممكن أتكلم معك من غير أي برنامج. من غير أي حاجة. مليش دعو بالاختراق خالص. أتكلم معك وأقنعك بحاجة حضرتك شغالة فيها أو حاجة ليكي مثلا طلب عليها. وقولك الحاجة دي موجودة عندي. بس أقم لي البيانات دي والفورم ده. وأفضل أصحب منك معلومات لحد ما أكون كلمة السر بتاعتك أو أكون الإيميل بتاعك وأكون معلوماتك كلها. فبالتالي أخذ منك كل البيانات بتاعتك برغبتك بإيدك نفسها. فمفهوم الهندسة الاجتماعية ده باب كبير جدا. لازم الناس تأخذ بالهم أنه ما تدص على أي لنكات وهمية برضو. لأنه في لنكات وهمية بتنتشر كتير مع أي ترند. نتيجة السنوية العامة اللي حصل لنكات كتير انتشرت برضو. الناس دست عليها وتسحب بياناتها بشكل ملحوظ جدا. طيب.